أهلا بكم والبداية آسيويا إذ أسفرت قرعة بطولة نخبة آسيا عن مواجهات صعبة ومثيرة لنادي الشرطة حيث سيواجه الفريق على أرضه ملعب كربلاء الدولي أندية بغتاكور الأزوكي والعين الإماراتي والنصر السعودي والوصل الإماراتي فيما سيخوض مواجهات خارج أرضه أمام الهلال السعودي وبيرس بوليس الإيراني واستقلال طهران والأهل السعودي ويستعد الشرطة بطلة دوري العراقي لهذه البطولة القوية بتفاؤل وحماس حيث يطمح لتقديم إداء مميز أمام نخبة الأندية الآسيوية حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولته أبطال آسيا بالنسخة الجديدة بعد إجراء القرى التي سحبت في مقر الاتحاد في العاصمة الماليزية أكوالا لنبور وكرر الاتحاد الآسيوي تحديد مباراة الجولة الأولى للبطولة والتي سيواجه فيها فريق القوة الجوية فريق ألتين أسير التركمونستاني في الثامن عشر من الشهر المقبل على ملعب المدينة الدولي هذا ووضعت القرعة الصقور في المجموعة الثانية إلى جانبي أندية التعاون السعودي والخالدية البحريني وألتين أسير التركمونستاني إلى ذلك أعلن الاتحاد الآسيوي عن قيمة الجوائز المالية لبطولته المستحدثة دور النخبة الآسيوي في نسختها الأولى للموسم الحالي إذ قال الاتحاد الأسيوي في بيانا رسمي له أن الفائزة بلقب البطولة القارية الجديدة هذا الموسم سيحصل على 12 مليون دولار على الأقل في حين سيحصل الأندية المشاركة على ما لا يقول عن 800 ألف دولار وأجر الاتحاد مجموعة تعديلات على نظام البطولة لتقتصر على مشاركة أقوى فرق القارة كشف الستار عن مواجهات فريقية الشرطة والقوة الجوية في مشاركاتهم الخارجية إذ أوقعتهم القرعة بمواجهات ساخنة أمام فرق النخبة الآسيوية أرشد العطار يستعرض لنا تفاصيل القرعة بطل مسابقاتنا المحلية في مهمة جديدة ببطولة يتم تتشينها حديثا الكلام هنا عن الشرطة في بطولة النخبة الآسيوية التي سيخوض غيمارها بنظام جديد كليا على القارة الصفراء حيث مجموعة واحدة لغرب آسيا تضم 12 فريقا يخوض الفريق الواحد منها ثمان مواجهات مختلفة بأربع مباريات على أرضه وأربع أخرى خارجها القيثار سيفتتح مشواره أمام باختا كوري الأوزبكي الشهر المقبل على ملعب كربلاء الدولي الذي اختاره الشرطة ملعبا مفترضا له في البطولة الثانية وهي دور أبطال آسيا سيكون العريق القوة الجوية ممثلا للعراق فيها حيث أوقعت القرع الصقورة في المجموعة الثانية إلى جانب التعاون السعودي والخالدية البحريني والتنسير على التركومانستانية إدارة القوة الجوية اختارت ملعب المدينة الدولي مسرحا لمشاركة فريقها الآسيوي التي يستهلها هناك في السعودية بمواجهة التعاون في السابع عشر من الشهر المقبل أمالنا كبيرة بممثلي الوطن في المعترك الآسيوي بتقديم نتائج تساهم بإسعاد جماهيرهما وكل عشاق الكرة العراقية وإثبات تقدم وتطور دورنا العراقية الرياضية أرشد العطار أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة بدر ناصر جاهزية ملعب جادة النخلة لاستضافة مباريات المنتخب الوطني ضمن التصفيات الحاسم المؤهلة لكأس العالم وقال ناصر إن الشركة المنفذة نفذت جميع الملاحظات التي تم تشخيصها في الاجتماعات السابقة وأنجزت كل الأمور الخاصة بتأمين الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة وتم إكمال منظومة التبريد للصالات وأماكن الضيوف والقاعات الخدمية وغرف الضيوف وغيرها مشيرا إلى أن اللجنة الآسيوية لتقييم ملعب جذع النخلة ستزور البصرة في العشرين من الشهر الجاري لكتابة التقرير الأخير حول جاهزية الملعب أكد رئيس اتحادي كرة القدم عدنان درجال أن الموسم المقبل من الدوري الممتاز سيكون مختلفا بصورة جذرية عن سابقه وسيظهر بصورة احترافية كبيرة وقال درجال أن الموسم المقبل سيكون بطريقة الدوري العام وأن الاتحاد يسعى ليكون مختلفا بصورة جذرية وبصورة احترافية أكبر ومن عشرين فريقا وسيمهد الطريق لدخول رابطة المحترفين وأشار درجال إلى أن جميع اللوائح الخاصة بمسابقة الدوري الممتاز سيتم أرسالها للأندية المشاركة خلال الأسبوعين المقبلين لاتضاح الصورة أمامها بالشكل الصحيح الذي يؤمن مسيرتها نحو جادة الصواب في الحادي والعشرين من شهر أيلول المقبل تنطلق النسخة الثانية لدوري نجوم العراق للمحترفين بعد نجاح الانطلاقة الأولى للبطولة الأغلى في العراق سيف الخرسان والتفاصيل أواخر أيلول القادم بداية النسخة الثالية لدوري نجوم العراق بعد نجاح النسخة الأولى في الموسم الماضي عشرون فريقا يتبارون فيما بينهم من أجل لقب البطولة الأغلى في العراق بعدما أصبح قبلة لإحتراف المدربين واللعابين فالأندية العشرين أخذت تعملوا وتخططوا فدخلت بمنعطف ليس بالجديد في الاستقطاب الغاية منها النهوض بواقع الكرة العراقية وجعلها بمصاف متقدم يجعلها مدعاة للفخر وتجربة جديدة للوافدين الجدد فريقي ديالا والقرمث في دور النجوم بعدما اجتهدوا ووضعوا أنفسهم بمصاف أندية المحترفين فهل الاتفاقية مع اللاليقة تأتي بالمراد أم أن العجلة تدور كما دارت في السنين الماضية سيف الخرسان العراقية الرياضية أخذت الأندية تتسابق بضم خيرة المدربين واللاعبين من أجل تقديم مستوى مميز في الموسم الجديد تفاصيل أكثر مع زيد غالد من موسم لآخر والدور العراقي أخذ يزدهر بكثير من النقاط الإيجابية التي أعطت جمالية ومتعة كبيرة للمباريات رغم بعض الأخطاء إلا أن هذا العمل كل شيء فيه وارد لكن الأهم انطلق بقوة من حيث استعدادات الأندية بتسليح نفسها بلاعبين جيدين لتصبح المنافسات صعبة بين أغلب الفرق وخير دليل الموسم الماضي الذي كانت فيه الرؤية غير واضحة لهوية البطل مما يدل على تصاعد مستوى الفرق التي أبلت بلاء حسنا خلال مسيرة الدوري فكم من نتائج كانت مفاجأة بينهما مما أثر على سلم الترتيب لكن في النهاية وصل إلى شاطئ الأمان لأن فيه جملة من الأنظمة وآليات العمل الصحيحة التي أطلقها اتحاد اللعبة جعلت من المشاركين يقومون بتنفيذها وتطبيقها على أحسن وجه لا ننسى أيضا وجود الفار الذي قلل الأخطاء التحكيمية وجعلها تنخفض بنسبة كبيرة كما كان لمواعيد إقامة المباريات شيء أساسي في نجاح مسيرة الدوري وكذلك تواجد الجمهور على المدرجات وإطلاق الأغاني والأهازيج الجميلة كان له الأثر البارز ليفتح أبواب الجمالية بمشاهدة أغلب اللقاءات فهذا العام ستكون صورة الدوري أوسع وأقوى نظرا لأن الفرق أخذت تتعاقد وتتسارع بضم اللاعبين المميزين وكذلك إدارات الأندية تبحث عن خيرة المدربين ليكون لهم بصمات واضحة داخل المستطيل الأخضر المسؤولون باتحاد القدم يعملون على إنجاح الدوري من جميع الجهات لكن هناك شيء لا بد أن يطرق وهو مراعاة أوقات انطلاق المواجهات أثناء فصل الصيف خاصة لأن درجات الحرارة مرتفعة وهذه تستنزف من اللاعبين جهود كبيرة ونحن بصدد المحافظة على هيبة دورينا وكرتنا العراقية لتكون المحصلة النهائية هي التفوق بكل المقاييس زيد غالب العراقية الرياضية أعلن نادي القرمة العراقية تجديد التعاقد مع المدافع علي نجم بعدما أعلن نادي التعاقد مع المدافع عباس قادم قاسم قادما من الزورة هذا وجدد نادي التعاقد مع منتظر رحيم وأبرم نادي القرمة أيضا العديد من الصفقات حيث ضم ثلاث لاعبين من القوة الجوية ولاعبا من فريق الحدود وكان القرمة قد أعلن التعاقد مع المدرب غازي فهد لقيادة الفريق في الموسم المقبل من دوري نجوم العراق يذكر أن فريق القرمة تمكن من التأهل لدوري نجوم العراق بعد الفوز على الرنادي أعلن الاتحاد المركزي لكرة السرعة لانتهاء من اختيار تشكيلة المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في مصر شهر تشرين الأول المقبل وقال رئيس الاتحاد فراس راضي أن اللجنة الفنية أكملت اختيار عناصر المنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم موضحا أن الاختيار جاء وفق النتائج المتحققة في بطولة الأندية والمؤسسات التي اهتتمت فعالياتها مؤخرا في محافظة نينوى هذا ورهن رئيس الاتحاد المشاركة في بطولة العالم بتوفير التخصيصات المالية اللازمة من قبل وزارة الشباب والرياضة وإلى منافسات دور السيدات الممتاز بكرة أسل حيث تغلب فريق أكاد عنكاوى على فريق فروديت بثمان وسبعين نقطة مقابل ستة وستين نقطة للإطلاع على مراحل إنجاز مشروع المدينة الرياضية في ديالة تفقد وزير الشباب والرياضة على المشروع لتذليل المعوقات والتأكيد على إنجاز الأعمال في وقتها المحدد بعد توقف داما لسنوات يقيم الاتحاد العراقي لكرة السلة بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لكرة السلة في أربيل بطولة أندية السيدات للموسم 2023-2024 وذلك على أرض نادي أكاد بأربيل قام للفرق النسوية نتمنى من ذلك أنه تتوسع نشاط الفرق النسوية في العراق العزيز والبطولة كلش حلوة منافسات قوية بين الفرق لأن أداهم ومستوهم متقارب بالأداة لأن هناك لعباد محترفات كل الفرق فتختلف بين الأداة والمستوى صار الاتفاق عليه هذه السنة أنه يصير من المرحلتين المرحلة الأولى في محافظة أربيل للفترة من 14 إلى 18 المرحلة الثانية ستكون في محافظة دهوك للفترة من 26 إلى 30 بهذا الشهر نفس وتشارك في هذه البطولة خمسة أندية خاصة بكرة السلة للسيدات وتشهد هذه البطولة منافسة شديدة بين الأندية خاصة مع وجود لعبات محترفات ومنها المنافسة بين نادي أكاد ونادي أبروديت والتي انتهت بفوز نادي أكاد بطولة العراق للمتقدمات هذه الثالث جيم نحن منلعبها الحمد لله جيمات كانوا مناح جيمات ما كانوا مناح بس عم نتحسن جيم بعد جيم عم بيصير عدنا أحسن أول شيء منشكر الاتحاد لأنه ننظم هذه البطولة وإن شاء الله كل سنة بتكون البطولة أحسن من السنة اللي قبلة وأطول من السنة اللي قبلة وتستمر هذه البطولة الخاصة بأندية السيدات لكرة السلة والتي تقام في مدينة أربيل لغاية الثامن عشر من هذا الشهر للعراقية الرياضية مزيت عبدو أربيل تفقد وزير الشباب والرياضة أحمد المباركة مشروع المدينة الرياضية بمحافظة ديالة للإطلاع على مراحل العمل بعد استئنافه مؤخرا التفاصيل معها دريد المعموري للإطلاع على مراحل إنجاز مشروع المدينة الرياضية في ديالة تفقد وزير الشباب ورياضة المشروع لتذليل المعوقات والتأكيد على إنجاز الأعمال في وقتها المحدد بعد توقف داما لسنوات الحمد لله بعد استيزارنا وبعد جهود لصعود هذه النسبة من الصفر إلى ما نشاهده الآن من الانتهاء من دق الركائز وفحصها إن شاء الله لن نترك الشركة ولا المكتب الاستشاري ولا المهندس المقيم لحظة واحدة حتى يكملوا هذا المشروع تشكيل لجان هندسية متخصصة لتأزيز التنسيق بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع لإنجاز الأعمال وفق المواصفات المتفق عليها وفي حال اكتمال المدينة الرياضية فإنها ستكون من الصروح الرياضية الكبيرة في المحافظة زيارة موفقة من قبل مع الوزير حقيقة وضع المسات المهمة على تقدم العمل وإن شاء الله اليوم شاهدنا تقدم كبير هذا معلمر ستراتيجي مهم وحتى أن يصبح في مصلحة المحافظة الرياضية وتجارية والسياحية في كل الأمور فتحنا بكل مجالات العمل بكل سكترات الملعب الرئيسي والفندق اللي هسا احنا واقفين يمه والملاعب الثانوية العمل يمشي ليلا ونهار إن شاء الله هاي بناية الفندق أربعة تالاف متر مربع فندق عبارة عن قاعات مطعم وقاعات راحة وخمسة وسبعين غرفة أربع طوابق عدد طابق الأرضي جهود مكثفة وزيارات ميدانية إلى موقع إنشاء مشروع المدينة الرياضية في المحافظة للوقوف والإطلاع على أهم رحل الإنجاز فيها لتكون صرحة مهمة من الصروح الرياضية في ديالة من محافظة ديالة دوريد المأموري الأراقية الرياضية خسر منتخبنا الوطني للتنس أمام نظيره التونسي في مستهل مشاركته في بطولة العرب للناشئين المقامة في تونس تفاصيل أكثر مع انتصار الشلي عشر سنوات من الغياب عاد المنتخب العراقي للتنس للمشاركة ضمن فعليات البطولة العربية للفرق للناشئين والناشئات تحت 12 و14 سنة والتي تنتظم بملاعب نادي التنس بالمستقبل الرياضي بالمرسى بطولة تشارك فيها هذا العام عشر منتخبات من بينها السعودية والسلطنة عمان والمغرب والجزائر وينضم إليها المنتخب الفلسطيني كضيف شرف المنتخب العراقي شارك في فئتين فئة تحت 12 سنة فئة تحت 14 سنة بنين طبعا صار فترة جدا طويلة المنتخب العراقي لم يشارك مثل هكذا محافل كان يشارك بس في البطولات القريبة علينا المطولات غرب آسيا أو البطولات الآسيوية القريبة علينا فهذه المشاركة تعتبر مشاركة جديدة للمنتخب العراقي بالفئات العمرية في أولى مبارياته لنشئي تحت 14 سنة والتي كانت ضد المنتخب التونسي في لعبة فردية ولعبة ثنائية خسر العراق صفر مقابل ثلاثة في مجموعة ستضعه أمام كل من المنتخب الجزائري والمنتخب السوري وسلطنة عمان واجهنا اليوم المنتخب التونسي كان منتخب صعب في البطولة واجهنا مصنف الأول والثاني على البطولة وقدمنا أداء حلوة إن شاء الله في ثلاث مواجهات القادمة نقدم أداء أحلى إن شاء الله كانت مواجهة صعبة ضد أقوى منتخب بالمجموعة وخسرنا يعني بس إن شاء الله بالمواجهات الأخرى نقدم سواح أفضل هذا وسيوجه المنتخب العراقي تحت 12 سنة كلا من الجزائر وتونس والسعودية خسارة منتظرة للمنتخب العراقي في أولى مبارياته ضد المنتخب التونسي المصنف أولا على البطولة لكنها خسارة تحمل الكثير من الأمل بما أن بقية المنافسات مع المنتخبات الأخرى ستكون أسهل بكثير انتصار شلي العراقية الرياضية تونس اختتمت في محافظة النجف الأشرف بطولة العراق للفئات العمرية بكرة القدم والتي شهدت مشاركة واسعة أيمن أحمد والتفاصيل أكاديمية العمدة في النجف الأشرف وأكاديمية شروق البصرة فضلا عن أكاديمية الحسين من كربلاء هذه الأكاديميات تحصل على المراكز الأولى في بطولة العراق للفئات العمرية والتي غيفتها محافظة النجف الأشرف بمشاركة فرق متعددة من محافظات مختلفة مدينة النجف سباقة ومميزة بالرياضة والاهتمام طبعاً عدنا اهتمام بالنادي وعدنا اهتمام بالفرق الشعبية وسنقلنا صورة اهتمام للأكاديميات طبعاً كل الأكاديميات محترمة عدنا أكاديمية الشروق من محافظة البصرة عدنا أكاديمية العميد من كربلاء أكاديمية الشباب الحسين من كربلاء وباقي الأكاديميات يعني كل الأكاديميات محترمة كانت بطولة مميزة منظمة على تنظيم عالي واستفادين من هذه البطولة رياضيون أكدوا أن هذه البطولة مهمة لاكتشاف المواهب العراقية منذ نعومة أظفارها مشيرين إلى ضرورة دعم جهات الحكومية والرياضية لهذه الفئات ولا سيما أنها ترفض الأندية والمنتخبات الوطنية في قادم السنوات الحقيقة أن هذه البطولة البراعم الموجودة حاليا فالشيء مفرح أنه هيك أبطال وهكي براعم يتجون إلى تجاه الرياضة أحسن ما يلتون بأمور أخرى فإحنا من خلال منبركم الموقع ناشد دولة رئيس الوزراء والسيد والزيط الشباب المحترم على دعم هكذا براعم لأن دولهم اللي راح يرفضون مستقبلا لمتخبات الوطنية بكافة الأعمار أما المشاركون في البطولة فأثنوا على التنظيم معبرين عن فرحتهم بهذه المشاركة التي تعد الخطوة الأولى في مشوارهم الرياضي فمسيرة البدايات تتوج بنهايات ناجحة لكل البراعم الناشئة لخدمة العراقي ودعم الرياضة فيه والله بطولة كلش روعة وجميلة يعني يعني لمت هاي الفئات وهاي الاكاديميات من المحافظات وشكرا اكاديمية العمدة على دعمهم وعلى وقفتهم وتنظيمهم الرائع من النجف الأشرف أيمن أحمد العراقية الرياضية للمزيد من الأخبار وإبداع الأراء والملاحظات يمكنكم المتابعة على مواقع تواصل الاجتماع الفيسبوك يوتيوب انستجرام شكرا لكرم المشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة